حالة استنفار قصوى بلبنان لإنقاذ ركا بقارب للهجرة غير الشرعية من الغرق القارب غادر الساعات الماضية من منطقة القلمون جنوب طرابلوس كبرى مدن شمال البلاد وأعلمتنيه نحو ستين شخصا وتم حتى الآن إنقاذ خمسين منهم وفق أحدث الأرقام الرسمية من الجيش اللبناني الذي أفاد في بيان أن القارب غرق بسبب اكتظاظه وسوء الأحوال الجوية رواية فندها أحد الناجين بقوله إن القارب غرق بعد أن طارده الجيش الجيش هو اللبناني أغلق الميناء وسمح فقط لسيارات الإسعاف تابعة للصليب الأحمر اللبناني بالدخول أو المغادرة فيما زار وزير الأشغال العامة والنقل على حمي الميناء وأعرب عن أسفه للفاجعة التي حلت بلبنان كاشفا أن حوالي ستين مهاجرا كانوا على متن القارب وقع الصدمة كان كبيرا لدى أهالي المهاجرين غير الشرعيين الذين تجمعوا خارج الميناء أملا في تلقي أنباء عن ذويهم ما يعيشه لبنان اليوم دفع بالكثير من السكان فضلا عن منظمات دولية إلى إلقاء اللوم على الطبقة السياسية اللبنانية التي يحملونها مسؤولية خفاض قيمة الليرة اللبنانية إلى أكثر من تسعين بالمئة من قيمتها ما جعل غالبية السكان يعيشون تحت خط الفقرة إلى ذلك تقول المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إنما لا يقل عن ألف وخمسمائة وسبعين شخصا من بينهم مائة وستة وثامنون لبناني غادروا لبنان أو حاولوا المغادرة بشكل غير نظامي عن طريق البحر بين جونفي ونوفمبر من العام الماضي ترجمة نانسي قنقر